بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد وزير الاسكان السادة الحضور النهاردة الحقيقة يوم جميل جدا ان احنا نعلن عن مشروع اخر على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية اللي احنا بنعتبره الحقيقة بمنتهى الامانة واحد من الايقونات الكبيرة ان شاء الله اللي من شأنها ان تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر والاهم انها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنة ودائما كان يقال من عدد كبير من الخبراء احنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصورة المناسبة وان اللي حصل قبل كده انها تحولت الى بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين ثلاثة في السنة بالكتير وبعد كده الاماكن غير مستغلة وعشان كده كانت الدولة حريصة جدا ويمكن اعلننا هذا الكلام في اطار رؤيتنا لمصر عشرين ثلاثين وفي اطار المخطط للسراتيجي القومي لمصر ان احنا بنقول ان الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي حتكون الدولة تركز عليها اولا لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة اللي من شأنها انها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر والاهم ان هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة ارضها حتكون واحدة من اهم النقاط اللي ممكن ان احنا نوطن فيها زيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاية وبالتالي عشان اقدر ان انا اشجع الشباب المصري ان هم ييجوا ويسكونوا في هذه المنطقة لازم يبقى فيه فرص العمل الكافي وعشان كده احنا كنا بنقول دايما ان نبدأ بمجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات الكبيرة حضراتكم احنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سياحية فقط ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الانشطة اعلننا منذ فترة بالامس القريب على واحد من اكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع راس الحكمة بالشراكة مع الاشقاء من دولة الامارات العربية المتحدة واليوم احنا بنسعد بنسعد جميعا ان نعلن عن مشروع اخر وهو مشروع ساوس ميد ايضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول ان احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية عشرين تلاتين ان احنا نكتذب على الاقل ضعف عدد السياح اللي بيجو النهاردة مصر احنا مش بنبالغ لان مع بدء هذه المشروعات الكبيرة في انها تتنفذ حيبقى زي ما خضراتكم شفتوا في الفيلم وشرح تفاصيل المشروع احنا بنتكلم على جذب حجم هائل من الغرف حيبقى فيه عدد هائل من الفنادق بالغرف الفندقية اللي بتتجاوز الالفين غرفة ده بالاضافة الى الوحدات السكنية نفسها اللي حتؤجر بنظام الوحدات السكنية الفندقية وبالتالي احنا بنتوقع ان هذا المشروع جنبا الى جنب مع رأس الحكمة جنبا الى جنب مع اللي بيتعامل في العالمين حيبقى ان شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الاجنبية اللي حيبقوا موجودين على مدار مصر الاهم ان كل ده مرتبط بخلق فرص عمل واحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة او الاهم اللي هي بتجذب شبابنا ان يبدأ ييجي ويسكن في هذه المنطقة فمن خلال استطان واستكمال هذه المشروعات اللي حتمتد لسنوات حيبقى فيه فرص عمل على طول موجودة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي حتبدأ تجذب شبابنا ان هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنية اللي الدولة بتنفذها سواء في مدينة العالمين ولكل المستويات او بعض المدن الاخرى حيبقى فيه فرص للسكنة والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات لشبابنا ان هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيرة اللي حضراتكم شفتوها النهاردة فالحقيقة هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف لي ان شاء الله الرؤية المتكاملة اللي الدولة حطاها للسحل الشمالي الغربي حضراتكم سمعتوا الارقام والنهاردة احنا بندير سالة زي ما كان رأس الحكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا اشققنا في دولة الامارات وبالتالي اعتبر استثمار اجنبي مباشر النهاردة الدولة ايضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين واقطع الاستثمار المحلي وبتعلن من خلال هذا مشروع عن ثقتها التامة في ان هم ايضا قادرين على تنفيذ مشروع على اعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط اللي شاركت فيه كل المكاتب عالمية على اعلى مستوى في عملية التخطيط والتصميم الشركات المقاولات المصرية اللي حتنفذ هذا المشروع وايضا المستوى الجودة اللي حيخرج به وبالتالي مرة اخرى احنا بنؤكد ان احنا كدولة منفتحين تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية او اجنبية لان كل ده حيساهم في زيادة ان شاء الله نمو الاقتصاد المصري زيادة زي ما قلنا فرص العمل تخليق يعني عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي احنا فعلا بنعظم من اصول الدولة اللي موجودة وده الكل كان في اطار وصيقة سياسة ملكية الدولة اللي اعلنتها الدولة والحمد لله النهاردة اكيد حضركم متابعين مدى جديتنا في تنفيذها سواء من خلال طرح اصول كانت موجودة في شركات او الاستفادة من الاصول السبتة اللي كانت الدولة تملكها واللي كان كل الخبراء بيقولوا يعني رية الدولة تستفيد بينها باعظم استفادة وتشارك القطاع الخاص فيها واعتقد النماذج اللي احنا الحمد لله النهاردة يعني تعقدنا عليها ونفزناها بهذا المشروع وقبل كده في رأس الحكمة ومشروعات اخرى كثيرة بنسبة مدى جدية الحكومة والدولة المصرية في تنفيذ هذا الموضوع كل التوفيق ان شاء الله للقائمين على هذا المشروع وان شاء الله يكون مشروع اخر ناجح يضيف للاقتصاد المصري ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار الخارجي والمحلي المباشر وتعظيم دور القطاع الخاص في اجمال الاستثمارات العامة للدولة انا بشكر حضراتكم جميعا ومرة اخرى كل تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجدين في مصر اللي من شأنهم النهاردة يساهموا في دفع عجلة الاقتصاد المصري شكرا لحضركم شكرا لحضركم